الديدان المفلطحة الديدان المفلطحة حيوانات عديمة التجويف الجسمي رقيقة مسطحة تعيش حرة أو متطفلة شعبة الديدان المفلطحة لديها أكثر من 20 ألف نوع كما أن شعبة الديدان المفلطحة عديمة التجويف الجسمي أما شعبة الديدان المفلطحة فهي كالبة التجويف الجسمي وتشترك الشعبتان في خاصية التناظر الجانبي حيث يمكن تقسيم جسم هذه الديدان طوليا إلى جزئين متماثلين كل منهما صورة للآخر وتعد خاصية التناظر الجانبي مرحلة أساسية تسمح الإجداء من الجسم لتكوين أعضاء مختلفة كما أن الحيوانات ذات التناظر الجانبي أكثر قدرة على الحركة من الحيوانات ذات التناظر الشعائي ويتراوح طول الديدان المفلطحة بين مليمتر واحد إلى عدة أمتار ولها جسم رقيق مسطح يشبه الشريط وتختلف الديدان المفلطحة عن السفنجيات والأسعاد في أن لها رأس محدد وأعضاء داخل جسمها تعيش معظم الديدان المفلطحة تطفل داخل حيوانات مختلفة في حين يعيش بعضها في العزب أو المالح أو المواطن البيئية رصبة تتغذى الديدان الحرة المعيشة على المخلوقات الميتة أو البطيئة الحركة تتناول هذه الديدان غزاها عبر عضو عضلي يسمى البلعوم يمتد خارج فمها ويفرز إنزيمات تهضم الفريسة التي يلتقدها ثم يمر للطعام بعد ذلك إلى القناة الهضمية لاستكمال عملية الهضم وليس لديدان المفلطحة فتحة إخراج لذا فتخلص من فضلاتها عن طريق الفم معكم الطالب أحمد جمال منديلي تحت شراف الأستاذ مالك مليباري ترجمة نانسي قنقر